ليه إحنا فورا يا ماما أزود برضو على البوينت بتاع الدكتور محمد في فكرة الحقيقة أنا ما عرفش أنا بحس أنه فيه أسئلة كتيرة في الحياة اتوجدت علشان تعرفنا حجمنا يعني فيه أسئلة موجودة بالنسبة لي أنا حتى كماريام في الحياة علشان تقول لي أنه مهما اتعلمت ومهما درست ومهما تطورت ومهما وصلت لأي حاجة أنا في الآخر إنسان أنا مش ربنا ومعديش إجابات على كل حاجة فده مهمة قوي برضو أنه هو يكون بيوصل لإبني أنه أنا بوصله أنه فيه أسئلة هي فكرتها أنه هي سؤال هنفضل عمليين نفكر فيه مع بعض وأنا دايما أطرح بك بسؤال عنده هو مين الفقير ومين الغني؟ أنت فرائك أسأله هو إه أنت فرائك مين الفقير ومين الغني؟ طب فرائك إيه الحاجات الأهم في الفقر وفي الغنى الفلوس ولا 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 الشوكولاتة طبعا اللي عنده شوكولاتة غير اللي ما عندهه شوكولاتة يا ماما بيت بالبسترمة أنا ما عايز ندودش جبنة ليه هو ما عايز ندودش جبنة ده كان دايما سؤال اللي بيجننني يعني هارجع دايما للإيمال اللي ورده وهارجع دايما لده بالنسبة لك أنت بيعني إيه يعني أنت بيعني إيه بالنسبة لك الفقر والغنى ولما يسأل سؤال زي كده أنا لازم يفاهمه أن السؤال ده مشروع لأن كثير قوي من الأهلي بيرد ويقولوا إيه يا ابني استغفر الله العظيم ما تقولش كده أنت بتتبطر على نعمة ربنا ما ينفعش يكون رضي على سؤال ابني أنه أنت مدام بتقول كده يبقى أنت بتبطر بالنعمة اللي موجودة عندك أنا لازم أتفاعل مع شعوره هو أنت حاسس أنه أنت نفسك في شكرة أنا عارفة عارفة أنا أول مبارح ركبت من واحدة صاحبتي عربيتها راكب حتة دهين عربية كانت خطيرة جداً وأنا فعلاً حسيت بالشعور أنت حاسس بي ده حاسيت أن أنا شوية كلام ده ده أنت لو قلت لمراتك أو لجوزي مش هيفوق حيوة ليه؟ أقول لك يعني إيه هم عندهم عربية وإحنا ما عندنا إيش يعني للوقت حيقدر الكلام ده؟ أنا عندي طفل عشر سنين وطفل خمس سنين حتى الصغير للخمس سنين لبعض تكلم هقوله آه أنا عارفة الإحساس ده اسمه الغيرة أنت كده جهالي صح؟ عارف إيه إحساس الغيرة ده؟ إحساس الغيرة أنت تحس أن أنا أخدت أخوك مثلاً ولعبت معاه مكعبات لكن ما لعبتش معاك أنت فأنت أحس أنه شو معنا ماما عملت كده مع أخويا وما عملتش معينا كده؟ هو تعلم يعني الغيرة؟ بالضبط وأقوله أنه الغيرة كشعور شعور مقبول لأنه كل الأسئلة وكل المشاعر مقبولة ومشروعة اللي مش مشروع أنا هعمل إيه بالشعور ده؟ أنا غيران فهقوم أضربه هو ده اللي مش مشروع لكن الشعور في حد ذاته الشعور بالغيرة كل المشاعر مشروعة كلها ليجل كلها أوكي اشتركوا في القناة